الرزق والبركة الرزق والبركة وقعت بياتهم عركة كل واحد يتفخر ويتبجح على الاخر الرزق قال اش خير مني في الدنيا؟ راني الرزق ولا لا يجلني على حبيب مال وخيرات وانا اللي نرد بنادم وجيه واسمه واذكار دولي كلمته مسموعة والناس سيدي سيدي يكون زينة المحافل وفي كل ميعاد يقعد هو في الوسط والناس يقدروه ويعظموه وبايعوله يعني البعاب صردهم روس ومن بعيد يجيوا يجريوا باش يلحقوا فيه طريق ويكبوا عليه وحاجته مقضية وكل حاكم يقوموا يقعدوا في بقعته وحتى عند ربي يبدأ محبوب على خاطر عنده باش يعمل الخير ويفرح القليل ويرظموا له ويحصل بقعة في الجنة باش كون خير مني انا اللي نطل عليه يا سعد وياهناه قالت البركة ابلابي يا انا ما ثم حتى شيء عمركش سمعت امرأة تقول الولدها يجعلك انت تخلط ورسولي باركة هذه هي البركة اذا كان البركة ما ثماش لا يقعد لا مال لا خير لا جاه يزي قال الهامة خضريت هو ثم مخير من الرزق كلمة مني وكلام منك قالوا تي احنا اين نجربه ايا قدم انت قالت نفسي الرزق ورينا خنارك ثم رجل حطاب عنده سبع ابنات كل اسباح يهز الفاس ويمشي للغابة يجيب هاك الحمية لح طب يبيعه في السوق يدبر منه هاك ربيع ريال يتفتت به طريف قمح يروح بالدار يرحيوه يطيبوه كسكسي بكوشكارتو بوه على اخوه القصعة كل الليل تتلحس من غير ما يشبعوه اما نهار البرد وشتاه هذك لا يحطبوا ولا يجيبنهم يأكلوا ويباتوا يحقوا فيها مزاودي هو خارج على السباح وفاسوا على كتفه ويلقى هاشباب واقف كاينه فرق 30 سباع الخير يا بابا قالوا انك سعيد تربح منه ويماشي على السباح قالوا لي دي قاسد ربي ينقت مع نفسي مدلوا كيس فيه الفريال الاخر طار بالفرحة الفريال ازمانتها يصرفوه عميء محروم من كل شي هو مرته وبنياته والحم يفت عليه ثبات ام قابل السوق الفنقة يضرب جيجه من البريما قمح وزيت وخضره وغلل وزويز ومشماش وشوية فراولو الاخيره وروح مدحبر فرحو وزهخو تجبدة الرحاة ارحا وغربلو كسكسو خرج مضى السكينة عندها مدة ما خدمتش قسو هاكل الحم طيبوه كسكسي من يديك الملاح تعشاو شبعو شبعة اللي عمرهم ما يعرفوها اكله والغله طيبوه تهيك صهره ولا خيره هاو فاتكم بيتلا في النهار بعد مقضاء هاكل الفلوس وين مش يخبيهم وين مش يخبيهم ثم خابية اقديمة محطوطة تحت الحيد في السقيفة ما عندهم يحطوا فيها ارما فيها صلت الفلوس يقولك توما حتى حد ميجي البال لها متعدي الروبافيك يا اللي عندك سوريا اقديمة للبيع صبات اقديمة للبيع معون اقديمة للبيع قالت الواحدة من بلاتها خبر بيخرج بيخرج بيع الواقل خابية دقوا عليه قال نعم تشري شيها الخابية خرجوا هالو وقلبها قال خذوا فيها خروبة قالوا ومبروك عليك ايا قلنا باتوا ومباتوا بخير عصباح قام الشهيب يعرف عنده برشة الفلوس ماش يخرج يقذي الفطور وينفق جاء يضرب على الخويب يلقاها مثل ماش وين الخابية وين الخابية قالوا تلبيح تخذ دنش عليها انت ما حاجتك بها؟ باعتها بخروبة ضرب على راسه تبيحها منخي ما تشاورني قالوا انت مستاذ دنشت عليها واش حاجتك بها؟ يخي عندك ما تخزن فيها مغير محرنية؟ قالوا هذيك حط فيها ألف ريال ما هي؟ ألف ريال؟ انت عندك ألف ريالة؟ وكيف تكسب الفريالة؟ لماذا ما قلتش عليهم وخبيهم في خابية متروكة في السقيفة؟ هذا كمنيتك المجعمزة ومنقلة همانك فينا وخيتهم هم رجالي تامنوا ايا نصبوه صبوحي لكن ما هي الفلوسات؟ الفلوسات مشت هاز فاسو حل باب الضار وخش مش للغابة يلقى هاك الشباب وقف اسباح الخير يا بابا لهاك السعيد قالوا تربح وماشي على السباح قالوا اخي ما كفتكش هكذا الفريال اللي بتاع البارح قالوا لي دي كيف يكونوا مش كاتبين راهو زايد اللي ما يكتب يصعب خبيتهم في خابية متروكة في السقيفة يا أخي المرأة ما جاء البالها باش تبيحها إلا البارح بالسماول ما هو وقت اللي فيها الفلوس ايا قالوا ربي يخف هاو الفريال بخيرا افرحها كالشاي بتخلخل ومقابلة للسوق زاد قضاء قضية مهمة فطروا تعشاوا باتوا بخير عصباح قام ماشي يقضي قضية أخرى هاو الفليسات جاء ماشي خبيهم كيف براوح في السوق فين يخبيهم ويحطهم قد الزبلة محطوط وراء الباب احشاف فيها كالفلوس والكيسة الزبال متعدي ونقذ كريتا يضرب قالت الوحدة من بلادها هز خرج الوكس زبلة يبدأ جاء في الصباح ماشي يهز الفليسات يلقى الزبلة تهزت قامت قيامته قالتوا برابي توا زبلة عندها قدش من نهار والذبان يقن عليها وزدنا كلنا الحم وحطنا فيها العظام اقتص الحومة تحش وتقعمز عليها ايا هز فاسو وخرج يلقى هك شب شباب هذك وقف من طولوا بكلام زد أعطاها ألف ريال اخرين اقضى وروح غربان نخالة محطوط في التركينة احشاف فيها كالكيسة اصباح جاء خارج يلقى الزبان مثلا ماشي تموش البالح كان غربان نخالة هوني قالتوا ينعم بعتوا كيف تبيعوا هذاك مخبي فيه الفلوس قالتوا صار انت بقي في سنيعتك هذاك من قلة لمان متعك نرجعوا للبركة والرزق قالتوا اه اخي اش عملت قالت لها الالف الولى والثانية والثالثة امشاوا كل الالف ما يقضي منها الا قضي اطنعار قالت له هذاك من قلة البركة اقعد تفرج اقعد على الجهة وتقول تشوفني ايش نعمل يبدل حطاب اتعارك مع مرته على غربان نخالة اللي بعدته وهز فاس وخج يلقى هالمرأة كبيرة قعدة على العتبة سبساري حرير من قص وعصابة كحلة كيف التوت اشعيرات محنين هايلين قالتوا اسبع خير يا وليدي نهارك سعيد يا امي وين ماشي قال لها مش تحطب قالتوا تاخذش هالرويل وفيه البركة قال لها المعروضة مبروكة اخذها من عندها كريال هذاكة ومشا مش يقضي كيف العادة ومالها قالت يا احنا فدينا من الحم لو كان ناخذ اليوم ود بحر مشا لسوق الحوت اخذها ببورية الندكم وشاهيكم انتوهم مش مستقيم ازويز كيلو بطاطا شوية قراءة فلفل الطماطم الاخير هي اصرف مصف ريال وصل هاك القذية هذيك للدار فرحوا بهاك الحوتة عبوا القصعة بالماء حضرة السكينة واحدة شادة واحدة تقشر هو ما شقوا الحوتة ويلقوا في كرشها باللقر طرف باللقر هزتها واحدة من البنات ارماتها في العظم تعبى بالدار ايا جار رازل تعشها ومشمشوا وقسموا الراس كل واحد مصف من جهة عملوا كيف شمعوا ورقدوا حقاب الليل فاقوا من العوتين من غطية نومهم الباب يعزق اشكون جاينا في هالليل قوم شوف قوم شون فنتي قوم شنوه ايقاء اشكون قالوا حل امان الله عليك حل باب القراجل ما يعفوش لا باز يا ولدي قالوا يا سيدي اخي انت مكش فاطنة قالوا باج سمعنا الخير قالوا ما شفتش هالظو هدايا هي قالوا نشوف فيه عمري مريد ذو كيف كيف هدايا ما فهمش انين جاي قالوا هدايا جاي من دارك اخرج للشارع وشوف خرج للزلقة دار الباب الدار يشوف في باب الدار يبقوا سبقيس خارج منه ذو كأنه خمسمائة الف شمعات قالوا عندك حاجة ورا الباب ولازم هذه في العارضة قالوا انفعلي يمشي تستنى تراها نشوف عيت للمرأة يا بنتي ما عندك في العارضة وقلت له الحوتة كيف شقناها لقنا فيها باللارة رميناها ثمك تراها جيب لي كرسي جابت كرسي طلع اش بدها الراجل قالوا يا سيدي هذه راه هي ياقوتة كان متعرفش وياقوتة كيف هذه ما يكسبهاش قالوا انا نسمع بالياقوت في عمري ماريت ياقوتة قالوا هاك شفت الظوم تاحها في الليك في نوع هذه راهي تجيب لك المذرق لو كان يفتنوا بك ويخبروا عليك هي مال اشنا عملها قالوا تعرش كيفاش هذه راهو سومها غري لو كان نشريها من عندك بسومها تو يقولوا هالمال من نجاح وتخاف عن نفسك اما اين عملوا حيلة اعمل نفسك ما في علمة بشي وخبيها عندك شي داموس في الدار وانا نعمل نفسي براني وجيت من اسكندرية انفاكس فيك وجدت لك الورثة متع خوك وندفع لك الفلسات وناخذ الياقوتة انتي متعرفش قيمتها ومصلح لكش قالوا شبي الله يبارك من غدوك مصراوي يلابس قفطان يدور في البلاد ينشد على سفلاء من سوق السوق من حومة الحومة حتى وصل للمحركة متاع باب الزيرة قالوا اه ايه نعرفو هذا يراه مستانس يقعد فيه قهوة اللوح مشال قهوة اللوح برب يتعرفوش تفلاء قالوا له هاوك امشالو السلام عليكم وعليكم السلام تفضل السيادتك يظهر عليك مصراوي ايوه قالوا من اسكندرية برب يتعرفش تفلاء قالوا نعرفو راجل كويس تاجر كبير امره توفق اضرب لاخره على راسه تغربت عينيه طاح دايخ ارشه بالماء فاق الناس داروا بيه يسكتوا فيه قالوا اخوه السيدة هذا كان شهبندر التفجار في اسكندرية مات اليوم شهرين وما خلى حد مكانش متزوج ولا الاخديوي لم تركه متاعه وسمع بيه عنده اخوه في هالبلاد هذي كلفني باش نجيب له والدخوه وراهم كيف ما نقوله عشرة استنادق باللويس حطيتهم في فندق الفلاني ايا كريتا هزت استنادق لدار الحطاب اخذى الاخر اليقوتة او شاعر نفسه ومن غدوكة السيد الحطاب جاب امين البناية وبدأ يفصل في البيانوات فيه ثلاث شهر من زمان ولت السراية تسكت الصغير والبناية يتعرسوا من الولد القاضي الولد المفتي الولد التاجر والوزير وصير حطاب وولا لكسي فلان لفلاني من اعيان البلاد والبركة قالت له ياسي الرزق اشنو فكرك؟ قال هماينة بلا بيكنتي انا منسواش موسيقى 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 موسيقى